مرحبا بايبي كيف أنا؟ إن شاء الله كله تمام إن شاء الله تكون مبسوطين في الفيديو إذا سترونهم معي إن شاء الله أكون برود على أكبر عدد من الأسئلة اليوم الماسك سيكون الجماعة اللي يحبوا الخدودة الحمرة الكتكوتة اللذيزة كده أنا صراحة من البلات لأني سمرة ومني بيضة خدودة تصير حمرة في الشتاء اللي هو في الوقت ده لما أكون مرة مدفية جسمي والجو بره مرة برود بس أنا نفسي على طول تفضل كده خدودي ففي شي جربته كده مرة جاب معي نتيجة مرة حلوة وحبت أني أشارككم فيها هي اليوم لو تبغوا تعرفوا الماسك عبارة عن إيش خليكم معايا أوكي الماسك عندنا اليوم هيكون شي مرة لذيذ أنا عن نفسي يعني مرة أحب أنه خدودي وخشمي يكون لونهم أحمر مو أحمر أحمر زي لما نزكم أو شي بس يكون ده الحمارة اللذيزة اللي يجي بعد ما نتشمس أو لما يجي لما تكون حرارة الجسم خلاص قدها دافية والجو حوالينا بارد الأحمر اللي هو زي الباربي زي دير رسوم المتحركة اللي نشوفهم اليوم حتكون الخلطة عنده الشي الخلطة مرة سهرة عبارة عن مكونين عصير الشمندر وعصير الجزر اللي حنشتغل فيه اليوم حيكون هو عصير الشمندر حيكون المكون الأساسي للمواد اللي فيه اللي هي مواد تعتبر مواد تدي صبغة بس بنفس الوقت صبغة كويسة حقول لكم ده حين أنا بحط الماسك على وجهي أشفوا هذا الماسك أوكي اللي أبغى منكم لما تسووا الخلطة هادي تمتبهوا مرة كويس على الشي اللي انتو لابسينو لأن الشمندر لو علم ما حيروح خربت الملابس فاللي أنا حسويه ده حين هحط المنشفة علي عشان لا أعدم ملابسي أوكي أنا حبدأ أوزع الماسك على المناطق اللي أنا أبغاها تكون فيها أحمرار هبدأ بخدودي هاخد تقريبا دائرة زي كده أعيدوا وزيدوا على المحل اللي نحنا بنحط فيه الدائرة عشان يثبت اللون فوايد الشمندر الشمندر غير أنه على الوجه يجنن كمان لو أكلنام أو شربنا عصير الشمندر يساعد على تأخر علامات الشيخوخة المبكرة ويساعد على ضخ الدم بما فيه من مواد مساعدة على أنه تضخ الدم أكتر في الجسم أوكي ححط على الجهة الثانية أوكي اللي أنا حسويه بأصبعي هاخد شوية وحطها على شفايفي عشان كمان أبغا شفايفي تصير أكتر أحمر الشي ده هنخليه على وجهنا اللي ما ينشف على الآخر بالنسبة كيف نحنا حنزيله أنا أفضل أنه ما نغسل وجهنا كله مرة واحدة نجيب قطنة نحط فيها شوية موية ونطبطب على الأماكن اللي نحنا حطين فيها في بنات يحبوا يكون المنطقة هذي كلها أحمر أو وردي على عنابي أي مكان في الوجه تقدر تحط فيه، أي مكان في الوجه تكتري 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 تلكGood والنسبة ل الفئة مرةossa، كم مرة نسوي تكتري تسويه كل يوم تكتري في اليوم ثلاثة أو أ��س тво urbros الشمندر حتى لو أكلنا و الجزر حتى لو أكلناه شيء مرة كائ 딱 constraint لأنه الجزر في فيتامين سي نسبة فيتامين سي مرة عالية والشمندر طبعا لا تحد ولا تحصى فوايد فقدم لكم هو اليوم لو عجبكم الفيديو تسويوا لايك وكمان لا تنسوا تسويوا سبسكرايب لقناتي ليلى عقيل ولا تنسوا تضغطوا على الجرس عشان يوصل لكم كل شي جديد انا بنزله حاستناكم تتويلي فولي على سناب شات وعلى انستغرام لو عندكم اي تعليق لا تترددوا تكتبوا تحت احبكم باي